بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن شاهد اليهود تلك الآيات البينات الواضحات مختظ القاعدة أن تلين وترق قلوبهم لكن قلوبهم قاسية لم تؤثر فيها المواعر ثم قست قلوبكم يعني غلظت وجفت من الخير والرحمة من بعد ذلك يعني من بعد الآيات التي شاهدتموها من ذبح البقرة وما رأيتم من إحياء الله تبارك وتعالى للميت وغيرها من الآيات فهي كالحجارة في القسوة وعدم تقبل النصيحة والموعظة وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس يريد يبين أنه الحجارة اللي هي صلبة يصعب التأثير عليها هكذا قلوب اليهود يصعب التأثير عليها لا تتأثر بالمواعر لا يقرون بالحق ولا يلتزمون بالواجبات بعد أن تمت الحجة عليهم من جميع الجهات فهي كالحجارة أو أشد قسوة مثل الحديد مثلا أو ما هو أشد من الحديد هل ليش قلوبهم أشد قسوة من الحجارة لأن بعض أقسام الحجر فيها فوائد بخلاف قلوب اليهود لا يرجى خيرها أبدا هنا أنا أكون ملاحظة بالنسبة إلى أو العاطفة هل الله تبارك وتعالى يتردد؟ هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى لأن الذي يتردد إنما يتردد لأنه جاهل منه أجي؟ ما أدري زيد أجي أو عمر أجي؟ وهذا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مستحيل فهنانا منشأ هذا الترديد مو الجاهل تارة أن الإنسان مع علمه بالأمر يطرح الموضوع بشكل ترديد مثلا تسألون فرد واحد شنو أكلت؟ هو يدر شنو ماكل يقول أكلته خبزا أو لحما يريد يبهم الموضوع على السامع هنا أنا أيضا الله تبارك وتعالى ما يريد يذكر الأمر بشكل واضح لوجود بعض الأغراض وربما من الأغراض حالة الإلفات إلى شدة قسوة قلوبهم حتى توصل الفكرة بصورة دقيقة يبهم الموضوع بين أمرين فيقول كالحجارة أو أشد قسوة لذا يجذب انتباه السامع ويلفت نظره بعد حصول هذا الالتفات الله تبارك وتعالى يبين وجه أشدية قلوبهم من الحجارة الحجارة فيها بعض المنافع بخلاف قلوب هؤلاء اللي لا منفعت فيها على الإطلاق شنو فوائد هذه الحجار؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار حيث تخرج المياه الكثيرة الجارية من جوف الجبال والأحجار لما هذا اللام للتأكيد وما موصوله يعني الحجر الذي يتفجر منه الأنهار فيكون مبعثا للخير ونافعا بخلاف قلوب اليهود التي لا يأتي منها إلا الشر وإن منها يعني من الحجارة لما يشققوا فيخرجوا منه الماء يعني يحصل فيه فطور اللي يخرج من بين هذه الفطور بعض العيون وأصله يتشققوا فيخرجوا منه الماء فيكونوا عينا وإن لم يجره وهذا يختلف عن الأول الأول يتفجر منه الأنهار فتجري هذا ينز منه الماء فيكونوا عينا بلا جريان وإن منها يعني من الحجارة لما يهبطوا من خشة الله يعني ينزل من الجبل ويسقط كل حجارة تسقط لابد أن يكون سقوطها بإذن الله تبارك وتعالى هسه شنو معنى من خشة الله إما خشة واقعية حقيقية فكل الأشياء تخشى الله تبارك وتعالى حقيقة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله فكل شيء له نسبة من الإدراك والشعور وإن من شيء إلا يسبحه بحمده أو المراد الخشة التكوينية يعني كل شيء يسير حسب قوانين الله تبارك وتعالى ومنها الجاذبية فكل شيء في هذا الكون ينقاد لإرادة الله تبارك وتعالى تكوينه أو هذا تشبيه مثل الإنسان الذي يخشى من شيء كثيرا فيسقط على وجهه فديشبه سقوط الحجارة من فوق بالإنسان الساقط على وجهه لكن قلوبكم أيها اليهود أقسى من كل أنواع هذه الحجارات لأن في الحجارة فوائد أو هي منقادة لأوامر الله تبارك وتعالى لكنكم تخالفون أوامر الله ولا تخشونه ولا تتواضعون لعظمته فالحجر خير منكم وبعد كل هذا لتتصورون أن الله لا يعلم بحالكم بل الله عالم محيط بكل شيء وما الله بغافل عما تعملون أيها اليهود من الكفر والعصيان والطغيان فيجازيكم بسيئات أعمالكم جماعة من رؤساء اليهود بعد نزول هذه الآية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا يا محمد إنك تهجون وتدعي على قلوبنا ما الله يعلم منها خلافه إن فيها خيرا كثيرا نصوم ونتصدق ونواسل فقراء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما الخير ما أريد به وجه الله تعالى وعمل على ما عمر الله تعالى فأما ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله وإظهار الغنى له والتمالك والتشرف عليه فليس بخير بل هو الشر الخالص ووبال على صاحبه يعذبه الله به أشد العذاب رواية مطولة جدا اللي يحب راجع تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 248 نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خاضعين متواضعين لآياته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين